التطوع في مصر ليه عمر ولا زي بلاد بره؟ التطوع في مصر كل حضرتك لو بسيط على وإحنا خدنا تعداد الجمعيات ورؤساء مجلس الإدارة فإحنا بنعتبرهم متطوعين لو أنا شفت حضرتك كنت بتكلم أستاذ أمال شوية يعني أنا بشوف اللي هي بتعمله في السند ده والمشاركة بتاعتها فهي بتعمل بشكل أو بآخر أعمال إحنا لازم نوسع شوية كلمة التطوع كل حد بيعمل خير وما بيبقاش قصده به منفعة مادية فلو حطينا من مصطلح البسيط ده هنجد أن إنت لو ترجمت لحد ورقة فأنت بتتطوع لو إحنا كان عندنا حملة كده أيام الكورونا كانت لطيفة جدا كنا بنقول للناس عدي على البيوت وحط ستيكر أشكر الدكاتر يعني كانت على الجارك عدي على الجران وحط ببساطة شديدة أشكر جارك الدكتور عملنا فكرة تانية أن إنت ممكن وإنت أونلاين ومتطوع تمام ابعت رسالة عن طريق السيرفوروب بتاعتنا بتاعت المؤسسة للدكاترة كلهم قلهم شكرا حط اسم الدكتور شكرا كذا كذا كنا كنا مسمينها أبطال الحكاية تطوع واسع جدا ما أعتقدش أنه هو مرتبط بعمر إحنا بنتحيز أكتر للشباب ولكن أنا بشوف الميكس اللي بيحصل ما بين الشباب والناس الأكبر سنا والبنات أكتر على فكرة المتطوعين إحنا بنتكلم على الملهمات والمرأة فإحنا 69% وبنات وأنسات هم اللي شغالين أو ناس كبيرة المرأة لها دور كبير جدا جدا في التطوع ومش عشان هي فاضية مش عشان هي فاضية عشان هي أكتر حد عنده مسئولية وكميتمنت زي ما بيقوله هم أكثر إقداما أشجع بالذات أكثر جسارة بالذات وعلى رأيك هم أنا لازم نقول كده برضا لا هو مش بس عشان إحنا ما نقدرش نقول حاجة لكن والله أنا بتكلم بجد يعني أنا أشوف ده طول عمري في كل يعني أمي أختي مراتي بنتي الستات دايما بيبقوا ديفوتد أكتر بالذبط وبعدين هم أشجع في اتخاذ القرار أنا بحقول لترجم ده ده تهور إحنا أعقل يا جماعة والله طبعا ولا أعقل ولا حاجة إحنا كسالة شوية بس